ما يجري في غزة حقيقة هو محاقة تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من أجل حرق غزة تهجير أهلها وتصفية القضية الفلسطينية ولكن الشعب الفلسطيني مصمم على المقاومة والبقاء على أرضه والانتصار إن شاء الله طبعاً نقدر التضامن العربي معنا في هذه المواجهة التي هي مصيرية وهي مواجهة حول الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين وطبعاً نقدر لأهلنا وإخوتنا في المغرب هذا الروح التضامن الواضح على كل المستويات في المغرب سواء على مستوى الشارع المغربي، الشعب المغربي، الحكومة المغربية طبعاً وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس رجلة القدس أنا لست بعيداً أنا ساكن في رمالله وموجود الآن حالياً هنا وطبعاً حتى لو كنت بعيد في هذه الأيام إن أنا فلسطيني وبالنسبة لي هذه القضية قضية وجودية قضية بقاء لشعبي وانتمائي لهذا الشعب وأنا طبعاً سفير فلسطيني السابق في المغرب وحتى لو كنت بعيد أتابع عن كثب ما يجري حول ساعة بساعة ما يجري على أرض فلسطين نعم إسرائيل تريد أولاً ترهيب الشعب الفلسطيني تريد قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وهي يعني روح الانتقام عند إسرائيل وليس وهي تعرف تماماً أنه عندما تحشد أربعمائة ألف جندي على حدود غزة هذه البلد المحاصرة منذ سبعة عشر سنة غزة بالتحديد وما يجري في الضفة الغربية أيضاً في فلسطين وفي القدس طبعاً جرائم حرب للأسف أنه الغرب يتماهى مع هذا الموقف الإسرائيلي وأيضاً الإدارة الأمريكية الحالية وهي إدارة بايدن التي كشفت عن وجهها الحقيقي كشريك لإسرائيل في هذه الجريمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني نأمل طبعاً أنه التضامن العربي ليس فقط على مستوى الشعوب وإنما على مستوى الحكومات أن يرقى إلى مستوى هذا التحدي الذي تواجهه القطية الفلسطينية لأن ما يجعلنا في فلسطين ستكون له تداعيات على المنطقة وقد أيضاً على العنم أيضاً